السلام عليكم ومرحبا بكم حبوباتي نتمنى كامل تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبتلكم اليوم كي ما عودتكم ديما نبدو كلامنا بصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمشتركات الجدد نقول لكم مرحبا بكم في قناتي والمشتركات القدم نقول لكم بكم خواتاتي راني واكفة ربي خليكم لي سيختول ابنات اللي ديما انصيبهم في التعليقات هي زين الدين العابي دين ما كاش فيديو ما حطيتوش وما كاتش هي لولا تكومنتي وما كاتش هي لولا اللي تفرج يعني قاني فيديو هي لولا تتفرج وهي لولا تكومنتي ومام كاين واحد ديال كونت واسمها نغمال مو سيرين سيرين اذا ما نش غالطة ثانيك متفاعلة في القناة نقول لكم ربي يحفظكم وقع لبنات على بان لي كاي اللي ما تقدرش تكومنتي كاي اللي ما عندهاش ايميل المهم حبوباتي اهنا رحين نبدو الروتين كيف كيف رح نبدو الروتين من الليل مايش رح نبدو من نهار كي ما تعافوا لبنات كي ما كمشتو هنا يا لبناتدر 250 قرام تا زبدة انا حبيت شوية كونتيتي مليحة هذا القاطو يجي يذوب في الفم ما فيش مكوينة بزيف كي ما رحكم تشوفو فيها غير الفرماج والزبدة والسكر مع الفارينة يعني ما فيش مكوينة بزيف والبناتا ويجي بزيف شابة ومهوش راح يشدك في الوقت يعني يجي ضيفة على غفلة ولا قادرة حتى تخدمي كونتيتي وتخبيها في الكونجيراتور ولبنات ليسا كنين وحدهم ننصحكم اخواتيتي ديما ديما ديلي يو كان غير 5 حبات 6 حبات فيه بوخت مانجي تاع قاطو وديليهم في الكونجيراتور يجيك ضيفة على غفلة تصيبي باش تحمري وجهك الحاجة اللي نوصيكم عليها الحريرة لازم ديما تكون في الكونجيراتور يو كان غير بوخت مانجي وحدة ومعليش انا من النوعية اللي ديما الكونجيراتور تاعم عمار الحريرة ديفوا نكون عيانة ما نقدرش ننض باش نخدم ديفوا ما تنفحليش ديفوا عاكل المورا اللي يكون هاود ما تنفحليش كام من دخل الكوزينة ديفوا نخرج نروح عنده طبيب ولا نخرج ندور معا رجلي وما يكونش عنده باش نتعشوا بره ولا ماشي كل يوم واحدة تعشوا بره ولا تغداء بره بعد ما ندخل للدار ديغاك تومونج بدغير هذيك الحريرة انسخنها قادر نزيد معها غسلة طاولة وهي راني تعشيت ومام ايجيك ضيفة على غفلة الحريرة اهي الصح ديلي حريرة ديدي معها غي بطاطا وانتي ركي حمرتي وجهك هذو البنات ننصحكم بهم الحريرة شوية الحم حلو والغاطو حاولوا ديما يكونوا في القانجيلاتيغ وبالباقي تقدري تديريها غير هاك وهاك المهم البنات كيما كنتشوفو هنا بالنسبة للغاطو درت 250 جرام تاع زبدة زلت لها ثلاث مغار فورماج انا درت الفورماج العادي انتو ما اذا عندكم تاع الحبات تقدري ديري 6 حبات في 250 جرام واذا كنت رح تديري غير 125 جرام زبدة تقدري ديري غير زوش حبات ولا ثلاث حبات فورماج هذا القاطنت منا كامل تجربو على بالي مين تجربوه ما كمش راحين تستغنوا علي المهم لبنات قلت لكم درت الفورماج درت الزبدة زلت لهم لفاني لفاني حاولي ديري نص مغرف صغيرة انا هنا عبرت بالمغرف الكبيرة خلطهم لي حتى تخلط كامل هذك الفورماج مع الزبدة من بعد زلت لهم ارشا ملح لبنات انا هذي كتنصحتني بها واحدة تخدم القاطو وقتلي اسيا ديما القاطو بتاعك اي نوع من القاطو ديري فيها هرشا ملح رايحة تجيب بنتو بزاف شابة ومام تشمي ريحت القاطو يعني كيت دخليه في الفور صح تشمي ريحت القاطو ويتجيب بنتو بزاف شابة هذي البنات انتو ما اذا تفكرتوها ديما ديروها يعني انا خطرات نتفكرها وخطرات ننساها بالنسبة للسكور كيماركم شفتو هنا البنات انتو موش تحبو حلاوة يعني راح نديرو من ثلاث مغارف حتى الخمس مغارف من بعد البنات نحاول انخلط امليح هذك الخالد من بعد رايحة نبدأ نزيد في الفارينة بالنسبة للفارينة منش راح نقولكم ايش حال تديرو حتى تتحصل على العجينة تكون طرية يعني العجينة اللي تقدري اتشكلها اهنا رايحة نبدأ نغرب الفارينة و رايحة نزيد لها نسباكي تاع خميرة لتعليقاتو و نبدأ اللم في العجينة هذي حتى نتحصلوا على العجينة قطرية انا راح نلم العجينة و مبعدنا راح نعود نولي ليكم وهنا كما راكم تشوفوا بعد مزد الفارينة و بديت اللم فيها غير بشوية العجينة دجامي تعجنوها تعليقاتو يعني غير لموها بركة هاي لكم العجينة اللي تحصلت عليها في نفس الوقت كنت جبت السني اللي ندخلو للفور رشيتو كامل بالفارينة انا على بالي القاطو مهوش رايح يلسق مي غيدرتها احتيات بس كوديجا فيه كمية عملية حام الزبدة مهيش رايحها تخليه يلسق بالنسبة كيفاش رايحين نشكله القاطو بالنسبة لهذا القاطو الصحة بتاعه يتقطع بالمول شكل مثلث يعني كان طابع شكل مثلث مالاحسن تديرو شكل مثلث مي انا حبيت نبدلو الديكور حبيت نديرو حاجة جديدة وهو شكل اهلالات كما كم تشوفو هنا رايح نحاول نديرو شكل اهلالات رايح يجي شكل تاعه بزاف شباب على هذك البنات قدتلكم هاذ القاطو تقدري تحطيه للضياف تقدري تدي حتى توجي بيه ورايح يجي بنتو بزاف شباب يعني واحدة جات من العمرة مشي شرط تديري تعلوز وتعلجوز حاجة اقتصادية وبنينا او مام انا في الوقت الحالي وليت نحب هاذ الانواع ملقات وما وليتش نحب هذوك المعسلين وتاع الشوكولة وفي بالي رقم اغلبكم كامل كما هكا المهم لابنات انا رايح نشكل هذا الشكل يعني شكل هليلات من بعد رايح نزيد الشكل الثاني او الموديل الثاني واللي هو شكله الحقيقي وراح نعطيكم الطريقة بالنسبة للناس اللي ما عندهمش مول او طابع شكل مثلث انا راح نكمل كامل الكميات على الهليلات من بعد رايح نبدو نديرو الموديل الثاني كيما راكم تشوفو هنا الشكل الاول كملتو رايح ندخلو للفور على مية وستين درجة نشعلو قبل ملتحت اغي نشوفو تحمر رايح نشعلو ملفوقة ثاني كما يتحمرش برك نحس بلي دخل فيها الطيب رايح ننحيه وندخل السنة الثاني بالنسبة للشكل الثاني شوفو البنات اهنا رايح نديرو حربوش من بعد رايح نحاول انقطعو الى شكل مثلثات بهذه الطريقة هذي بالنسبة للناس اللي ما عندهمش شكل مثلث ومام انا نفضل هذي بالحربوش رايح بالخوف اتكمليهم واللي عندها طابع شكل مثلث راح تفتحي كامل لعجينة شكل دائري من بعد تبدأي تقطعي في الاشكال التوعي المهم لبنات انا راح نكمل كامل لعجينة وندخلوا للفور بعد ما يطيب راح ننزينه كيف كيف وهنا لبنات هاوليكم القاطو التاعي بعد ما خرجتهم الفور شوفو البنات قد بق مدى لقو لغضاغي كنت نحيتو يعني خشعلت له مت تحت تحمر غير شوية بعد شعلت له ملفوق راح كامل ببيض احنا بالنسبة للتزيين اذا عندك اعسل ديري اعسل اذا عندك معجون ديري معجون انا احنا عندي المعجون راح نزيد له كمية من المزهر حاكا باش يجيني خفيف راح نخفف هذا المعجون بالمزهر ونبدأ نغطس في الحبات التوعية في هذك الخالي المزهر والمعجون من بعد راح نرمدهم في القوفريت انا القوفريت شريت غير هذك تاع الفرق شريت ثلاث علب يعني بترواميل وانتي زيت زي انتي عفون هذا القاطو انتي اذا عندك قوفريت ديري قوفريت اذا عندك قاطو ديري قاطو اذا عندك نوات كوكو ثانيك تقدري ديري التزين اختياري الحاجة اللي متوجدة عندك ديريها بلا ما تبدأ تكلفي روحك المهم اللي بنات انا هنا راح نبدأ انزين فيه كيف كيف معاكم كيما راكم تشوفوا بديت نغطس في هذك الحبات تعلقاتو اللي بنات شوفوا جل شكل تاع الهليل جبزة في شباب يعني خير من شكل مثلث وخير من شكل دائري مقبل كو تشاركتو معاكم شكل دائمي الهليلة جبزة في شباب المهم اللي بنات كيما راكم تشوفوا هنا اغطستو في المعجون هذك اللي كوت خفيفتو بالمزهر من بعد راح نرمدو في القوفريت ومن بعد راح نديرو في الكيسات اللي عندها الشوكولات تقدري ثانيك الضوب بشوكولات وديري ثانيك خطوط راح يجيب الزاف شباب يعني هالي للتزين فقط المهم حبوباتي انا هنا راح نكمل كامل الكمية ونعاود نولي لكم وهو لكم حبوباتي اللي بنات جتني كمية مليحة امام البناء ما نحكي لكمش اهنا لبنات انا راح ندير قاطو تعي في بوغت مانجي ونروح نرقود بسكوراها الحداشة على الليل انا راح نرقود نقولكم تصبحوا بخير وغدوا ان شاء الله في روتين جديد صباح الخير صباح الانوار على اغلى المتتبعات المهم لبنات تخليتكم البارح معي قاطو اليوم راح نبدو روتين جديد كما كم تشوفوا هنا اياه اول حاجة لبنات كي نضو صباح نديروها ان نفتحوا التاقة شوفوا لبنات لعبابرها كاريفة هذيك التاقة نسيبها تسيل بالماء اهنا بعد ما فتحت التاقة راح نبدأ نغسل وجهي بعد ما غسلت وجهي نقيت شوية السالدوبة اهنا وليت اللاشامبخ تاعي كما كم تشوفوا حالة اللاشامبخ كي تكون يرقدة فيها يعني المخاد في جيها الكويت في جيها الدراء في جيها راح نحاول نسقمها كما كم تشوفوا هنا اياه سقمت لي تابل دنويف سقمت هذيك الكويت مع المخاد هكا باش كي نخرج من اللاشامبخ نكون مكملة معاها وبالنسبة اللي ساكنا في دار الشيخ ديري هذا الروتين تنضي صباح سقمي قبل ان تيروحك حتى تكون يفيدوش معاهم مع بعض اغسلي وجهك سقمي روحك ماكي من بعد اروحي وجدي لهم قهوة متقوليش الا انروح نسق قهوة ونوجد لهم قهوة من بعد ماكي الا بحاجة لولا اتسقمي روحك سقمي روحك عشان بغتاعك من بعد اروحي وجدي لهم قهوة الا اذا كان راجلك زي ما قالي نوضع ستة عصباح ولا لازم تسبقيله في القهوة معايش تسبقيله قهوة بسا هكا وما تنضيش مبهد لا ولا المهم الليبنات كماكم تشوفو اهنا انا حانس قهوة كما عاركو بتشوفو اليوم مانيش كامل مقال شاروحي هذا تلقاطو دورتو ديركتو ما في البوختمانجي ورايحنا ناكل من البوختمانجي مكاني طبسي نيوالو المهم حبوباتي قلت لكم بزيف راهم يسقصوني اعلى روتين اللي ساكنة في دار شيخة الليبنات ديما اقول لكم ساكنة في دار شيخة كنور مال عادي بلك كاين اللي تسكن في دار شيخة الليبنات متخموش بركة تعيشي وتلبسي وتخرجي مع راجلك اي واحدة تتمنى كي مهك مي لبنات ثانيك خمي حاجة واحدة اخرى خمينها واحدة اخر كيتو مرضي تكوني ساكنة واحدة شكون بك انا خطرها من اللي كنت عاد عروسة جديدة يعني غير شهر ولا شهرين امرت والله ما قديت النظم من بلاستي اماجيني والله العظيمة حتى واحدة تتغير حماتي انها اللي فتحت عينيها في بالكات الخمسة وفتح ليس بها في اعداء ليل ولو العران في النهار والله لا استطاعت ي требاؤ لي الحلب حتى البلاستي اي قوم يجب ساكنة واحدة لا اتساكنة واحدة الساكنة واحدة بنفس شهرين ايجابية في ادار شيخة يكون ابناءت اهرف كيفية تتعاملوا معهم كانت بعض اخطائكم لفتحلون قبل ان تذهب بالدار شيخة هل تحضر معهم في التليفون وش راكم تديرو بلك عايشة معهم كثير من اللي عايشة معدهم لا خلي بيناتكم حدود انا عجوزتي والله ما كنت نعيط لها من اللي كنت عاد مخطوط كنت نعيط لها ببارك بالمناسبة يعني عند ولا حاجة ولا نعيط لها بالمناسبة مام اخوتات الزوجتائي كنت نعيط لهم بالمناسبة كي جيت هنا واللي تعايشة معهم نورمال وهكا البنات راني قاسيكنا معهم وشوفوا البنات هما مقادريني وأنا مقادرتهم تعرفوا على واش بسكوا مانيش كل يوم عندهم بلك راكم تشوفوا البنات انهود خطرة في النهار وصايا كي تسحقني عجوزتي ان نروح نعاونها تسحقني حماتي ان نروح نعاونها مام انا نسحقهم يعاونوني اك معايا بالصح في حدود هاكا لحد الان راها عندي قريب عامين والله ما زال ما سمعتش منهم كلمة ولا سمعوا مني مي كل يوم عندهم رحين نتخاسروا اللي عندها كوزينة مع دارشيخة ثاني كاكها البنات ويسي تجب ديروح يعني ما تداصرهمش بزيف حتى تدخلوا السوجيات مهمش ملاح ويقولوا يدخلوا فيك ويقولوا ما تخرجيش هاك وما تلبسيش هاك وما تحضريش مع ذي خلي الحدود بينك وبينهم ما تخليهمش يدخلوا فيك وانتي ثاني ما تدخليش معهم يعني ما تدخليش في سوالهم عندك خدمتك اقضيها جمعي شوية مع جوزتك مع اخواتيات راجلك من بعد اروحي لعشان بغتاعك واحطوا الوقت الكافي للازواج تحكم مش جيراني ساكنة مع دار الشيخ لازم قعد غير مقابل عجوزتي وشيخ لا نعطي وقت الراجلي وراجلي يخرج على الخمسة عشية الرابعة عشية سموني كملت الوع حين وجد لهم عشتاهم ومية عشية وعث ما اشتاعدين نوجدوها مع ثلاثة فهمتوا البنات المهم البنات بعد ما سقهوية تكملت كما تشوفوا كان زوج جبلي اتجاج كنت اغسلتوا كامل قطعتوا اغسلتوا كما راكم تشوفو هنا راني الانبالي فيه في السيلوفان ندير تاع الشربة يعني هذي الكاركاس الدخلانية ندير بها الشربة ولا الحريرة الجناحات ثاني نديرهم كامل مع بعض الاصدار ثاني نديرهم مع بعض ما لفا انقطعوا بصحة الخطرة ما قطعتوش قلت ان ان كان نرحيل ولا مانيش عارفة وش راح نديرو ولهذا كما قطعتوش كما كنتشوفو هنا ندير فيه كل سيلوفان ندير فيه دي موخصو ولا بسكو راني رايحة ندير رشتر الغداء اهنا نكمل كامل الاصدار هذي رايحة ننبالي ونديروه في الكنجيلاتور باك البنات في كرة الدجاج بانسير تغسلوه بالملح والخل تخلوه كطور مليح مليح بالنسبة اللي ما عندهاش هذا السيلوفان ولا ما عندهاش هذوك الساشي كونجيلاتيون وش راح نديرو لبنات رايحين تغسلي دجاج تاعك نورمال وتفرشيه كامل في سنيه تدخليه للكنجيلاتور تخليه يجمد بعد ما يجمد تلميه يقع في ساشي واحده ما هوش رايح يلسق مع بعضه وبعض ديريه كامل في سنيه كله تحاول تباعديه على بعض وتجمدي كل مورسو واحده ومن بعد كديريهم في ساشي مع بعض ما همش راحين يلسقوا مع بعضهم البعض المهم لبنات انا راح نكمل كامل التجاج هذا نديروه في الكنجيلاتور بالنسبة للغداء لغداء كدرت رشته اللي حبت طريقة تحضير الرشته يعني الوصفة الاصلية ادخلي اللي في تعليقات وان شاء الله بربي رايحان ديرها وهاي ليكم لبنات الرشته اللي كدرتها للغداء كيما راكم تشوفوا البنات جيت تشاهي شاهيتكم في الجنة كنت طيبة نورمال لاصاص ساعها ادجاج بعد بعد ما طاب دخلتوا للفورة حمرتوا مع الباطاطا وهنا لاصاص درتها بيضاء درتها بالحمص وزرودية والباطاطا وهي من الاحسن تكون باللفت انا هنا ما عنديش اللفت المهم لبنات هذا هو الفيديو التانى نتمنى الفيديو كان نعجبكم ان شاء الله خياتي ما كنت تفقين عليكم لأول مرة تشوف قناتي ماذا بي تدير ابوني وتفعل جاس باش اي جيديو ومشاركاتي حبوبيتي نقولكم ان حبكم الموت عليكم الى فيديو اخر يا ربي انصبكم بخير